أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامج الحقيبة التوعية المدرسية الذي يهرف إلى نشر الوعي بفهوم إدماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفراس بين طلبة المدارس ولهذا الغرض بدأت فرق مختصة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بتنظيم زيارات لعشر مدارس أعدادية حكومية وخاصة موزعة على جميع المحافظات الأربع وشكلت المدارس المختارة فرق عمل ورجان مختصة بتطبيق الحقيبة التوعوية التي يجري تنفيذها على مدى الفصل الدراسي الأول لألعام الدراسي الحالي كما عدت خطة زمنية بالأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها كما يجري تقديم تجربة تطبيق الحقيبة التوعوية المدرسية عبر السبيان يوزع على الطلاب لقياس مستوى الوعي وتقييم التجربة ويأتي تطبيق الحقيبة التوعوية الخاصة بالمجلس الأعلى للمرأة تنفيذا لتوصية منتقى المرأة والتعليم الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برعاية صاحبة السمو الملكي قرينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة